أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه يكتب إيمانه أتقتلون رجلاً أتقتلون رجلاً يقول ربي الله أتقتلون رجلاً يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكوا كاذباً فعلي كذبه وإن يكوا صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يدي من هو مصرف كذاب يا قوم لكم البلك اليوم ضائرين في الأرض فمن ينصرنا بباس الله جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أراه وما أديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي يا بنا يا قوم إني أخاف عليكم إني أخاف عليكم بثن يوم الأحزاب بثن داب قوم نوح عاد وثبود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلماً للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصب ما لكم من الله من عاصب هو من يضل لله فما له بناد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك بما جاءكم به فما زلتم في شك بما جاءكم به حتى إذا لك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً كذلك يضل الله بدو ومصرف برتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان نتاب كبر مقتاً عد الله وعد الذين آبدوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر الجبار وقال فرعون يا عبار ابني صرحاً لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإن دين أضرده كاذباً وكذلك زين لفرعون سوء عبله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذين وقال الذين آبدوا وقال الذي آبد يا قوم اتبعوا ريادكم سبيلاً رشاد يا قوم إن ما هذه الحياة الدنيا بتاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى ومعبد فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم يا بالي أدعوك بالعندجات وتدعونني إلى الدار تدعونني ليكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرب عندما تدعونني إليه ليس له دعوة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأدى ما ردنا إلى الله وأدى ما ردنا إلى الله وأدى المسرفين أو أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أبريل الله إن الله بصير بالعباد فوقاهم الله سيئات ما بكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب أدار يعرضون عليها غطوة وعشية أدار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة تدخلوا وادخلوا آل فرعون شد العذاب وإذ يتحاجون في الضعر فيقول الطاب ويقول الضعفاء للذين استكبروا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فلأنتم مغنون عنا نصيبا من الدار قال للذين استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في الضعر لخزنة جهدّب وقال الذين في الضعر لخزنة جهدّب فادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولا بدكو نأتيكم نسنتيكم نسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشاد يوم لا ينفع الظالمين بعذرتهم ولهم اللعنة ولهم سودّار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذبك وسبح بحمد ربك بالعاشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبروا ما هم ببالغي فاستعز بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر بخلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعباء والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا البصير قليلا ما تتذكرون إن الساعة لا تتلع ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهد مداخلين الله الذي جعل لكم الليلة لتسكنوا فيه والدار مبصرا إن الله لدو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالقوا كل شيء لا إله إلا هو فأداته فكود كذلك يؤفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناءا وصوركم فأحسن صوركم ورزكم من الطيبات ذلكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم اللهم أجعل قرارا ربي قلبي والربصري وذهب أبي وجاء حسني يا رب العالمين لا إله إلا أنك سبحانك إني كنت من الظالمين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي وحبيب أبوحباد وعلى أليم صحبي أجبعي ترجمة نانسي قنقر